بسم الأب والابن والروح القدس الإلهي الواحد أمين نكمل سلسلة غرس الفضائل بناخد كم دقيقة كده كل مرة نقول فضيلة وإزاي نغرسها في الأطفال عشان يعني الأطفال يطلقوا أحسن مننا وصلنا لغاية حرف الآي حتى فاكر الفيه خدنا الفرح عاوزين نطلع أطفال فرحانة بربنا وبيعرفوا يفرحوا وعاوزين ندخل على القاف ناخد القراءة لأن الحقيقة للأزمات اللي الواحد شايفها إن الجيل الجديد مش بيقرأ كويس أو مش بيقرأ كفاية أو مش غاوي قرأة وعدد الشباب اللي بيقرأ بالنسبة للشباب اللي ما يقرأش ما يقرأش أقصد ما يحبش القرأة الحقيقة النسبة تخوف لأن في تكوين أي مسيحي في الزمن ده بالذات بدال الإراية أصبحت متاحة إحنا في زمن العلم ولما كنتش بتقرأ كويس وعندك ثقافة روحية وثقافة يعني عالمية كمان سهل قوي الشيطان يضحك عليك ويغلبك أنتوا عارفين إحنا كنيسة في تاريخنا نحب القرأة يعني منهج الرهبانة نفسه الرهبانة الإبطية لازم الراهب عنده فترات قرأة في صلاة وفي قرأة وفي شغل اليوم متقسم ثلاثة ده الطقس الرهباني القديم كده ما بين صلواته وقرياته وشغله الزمن ده الناس بتستسهل الميديا وعاوز المعلومة السريعة مش عاوزة فكر مش عاوزة تدور مش عاوزة تتعب والحقيقة ده اللي بيخلي فيه بلاد النهاردة بتسبق لأن بلاد برا لا بيعلمه الطفل من سن بدري قوي أن يدخل يعمل ريسيرش يعني يدخل يبحث يدور بنفسه ويقلب كتب ومراجع ويطلع صور ويروح يسأل ناس ويعمل يعني يقدم البحث بتاعه قدام زميله كلام ده من سن 8 سنين وأصغر ساعاته فبيطلع الطفل بيحب يقرأ ويبحث لأنه مدرسته علت له كده علمته كده فبيطلع عنده شخصية وبيطلع يعرف يدور على المعلومة بيطلع يطلع يفكر لكن في الوقت في الزمن ده مفيش مع التلفزيون وما بعده من بقى التنازلات أو الميديا أصبحت الإراية تتقلص يعني من 40 سنة كانت الناس طبيعي مفيش حاجات كتيرة تعملها فكتب بقى كتب الأدب وكتب التاريخ وكتب فكان فيه نوع من حب الإراية والإقبال عليه النهاردة حتى الشمامسة لما بيطلعوا يقروا ساعات يبقى العربي بتاعهم لخبط طب ده معناه إيه إزاي خريك جمع ومش عارف يقول الجملة صح ده معناه أن الإراية بالنسبة له ضعيفة جدا لأنه لو بيقرأ كويس مش هيبقى فاهم بيقرأيه على الآل إذن إحنا في زمن لازم نبحثين بقيمة الإراية وإحنا ككنيسة عارفين أن أولادنا بيتضحك عليهم بمعلومات كاذبة النهاردة الدنيا ماشية كده يجي واحد يلعب في دماغ شاب صغير ويقول له كلام الكنيسة غلط والكلام الصحة كده يمشي وراء ليه؟ دماغه فاطر ده لو دماغه مليانة يقول له لا استنى ما أقول لك بقى ده إحنا تاريخ الكنيسة بيقول وأسانسوس بيقول وشرح اللي الكتبة بيقول والإنجيل في آيات إيه ما حدش يعرف يغلبه إيه اللي طلع واحد عظيم زي أسانسوس الرسولي إن البابا أليكسندرس كان يصهره طول الليل يكتب إنجيل يوحنى ينسخ ونسخ لغاية ما حفظه صم إيه اللي طلع أوريجينوس علامة جديد إنه كان بيدخل المكتبات يأجرها يقفلها يعود يقرأ كل الكتب اللي فيه بكل علوم الدنيا فاسمه علامة صار واحد يأجر مكتبة ويقفل على نفسه سبعين ثلاثة وما ينامش غير ساعتين في اليوم ويعود يحرط كده في الإراءة إذن الناس دول اللي إحنا النهاردة بنقول دول صاروا في الكنيسة كانت الإراءة جزء كبير من تكوينهم وحتى فيه وصية كتاب بيقولها فليفهم القارئ ومن قيمة القراءة إحنا عندنا ردبة في الكنيسة اسمها الأغنسطس الأغنسطسية يعني إيه هو الشماس القارئ القادر على وعظ الشعب يعني الأغنسطس ده المفروض خادم بيقدر يوعظ الشعب لأنه فاهم بيقول إيه وفاهم الإنجل بيقول إيه وفاهم علوم الكنيسة إزاي نغرس القراءة في الأطفال لأن الطفل اللي ما تعودش يقرأه هو الشاب اللي ما لهش في الإراية هو الراجل الكبير اللي إيه أي ريح تعليمها تاخده يمين أو الشمال طبعاً نارض علوم الدنيا زادت جداً وأداب الدنيا كتيرة لكن الأهم كمان بالنسبة لنا هو الإنجل وكتب الكنيسة على الأل إحنا السلاسي المشهور في غرس أي فضيلة القدوة والحوار ثم التأديب هنا هنضيف بعض الأمور أولاً القدوة طبيعي لو طفل شايف أبو بيحب الإراية وشايف كتب في البيت برضو ده دافع لي أنه يقرأ أي طفل يحب يبقى زي أبو لما يكون أبو كويس بسبب يبقى باصص أنه دي حد ذاتها حاجة حلوة أن بابا بيقرأ وماما يبتقعد مع الإنجل تقرأ وكمان لما الواحد بيشوف أنه والديه بيتكلمه كويس وفاهمين لأنهما بيقرأ بيحترمهم وبيحس أنه فخور بيهم لأنه الناس بتعرف تتكلم في كل حاجة إنما سوري فيه يعني أطفال أو شباب صغير بيكسف من أبو أمه لجهله وجهله مش مقصود بأنه ما يعرفش يقرأ يفك الخط لا لأنه زي اللي ما بيفهمش في حاجة فبيبقى مكسوف منه عاوز يقول له لا يعني يا بابا كنت تتمنى أنك تبقى زي أنكل فلان اللي بيعرف يتكلم في كل حاجة إذن واضح أن القدوة لها تأثير حتى في الموضوع ده أن الواحد يحب القراءة عشان كده المبدأ اللي اتفقنا عليه نصلح نفسنا يا جبار عشان عيالنا يشوفوا فينا حاجة يعرفوا يعملوا أحسن مننا إنما قبل الحوار لازم أقول فيه بقى نوع من المهارة في غرس الفضيلة يعني مثلا بفرح قوي لما لقي أم تجيب الإنجيل المصور ومع أطفالها من سن سنة أو سنتين تبتدي تحفظهم حكايات آدم وحوى ونوح وابراهيم وزحاء ويعقوب ونفضل نعيده فيه نهاردة إنجيل لكل مرحلة نقدر نجبر به وبعد شوية لما يقرأ جملة يقرأ آية تحت الصورة ويربط الصورة بالآية وبعد شوية نفتح حوار وبعد كده نجيب له قصص صغيرة أنا فاكر وإحنا أطفال كانت قصص القدسين دي كانت هي هويتنا يعني كان أحلى حاجة نجيب قصص القدسين بالذات اللي مش معروفين وكان السينكسار ده نقرأ يوميا مع الكنيسة وكنا ممكن نقعد نخلصه في سبعين ثلاثة نقرأ السنة كلها كل ده خلي الواحد يتعلق بالقدسين ويحفظ سيارهم وكنا ساعاتنا طبارة مين يعرف يعقوب الفرسي مين يعرف مش عارف مين يعني نتصابق فيه المعلومات اللي من النوع ده فيبقى كل الفصل في مدارس الأحد شغوف أن يروح يذاكر عشان يرجع عنده معلومة جديدة مفيدة إذن لازم نوفر الكتب للطفل لازم يبقى فيه أسلوب تشجيعي لأنه إحنا أغلب الأباء والأموات بيستسهلوا يده الأجهزة للعيال عشان يسكتوهم ويلهوهم لأنهم مش فضين طريقة دي على فكرة فشلة جدا في التربية لأن الأجهزة الحديثة دي أو الألعاب دي قليل منها عشان ما نظلمهم مش اللي بينمي مهارات عقلية وزهنية كتير منه بيضايع وقت بس وبعضهم مليان حاجات وحشة كمان بتغرز نوع من العنف مثلا في بعض الألعاب اللي بيلعبوها بتعلموا العنف وبعض الأفلام اللي بيشوفوها حتى وهم أطفال بتبقى فيها ألفاظ مش كويسة أو صور مش كويس فبيغرز جوا مفاهيم وحش عشان كده لازم يكون فيه رقابة على المادة اللي دخل على عقل ابنك وفر الكتب شجع افضل قول لولادك ياريد تقرؤ ده انت ممكن أنا شوفتها في بيت بيعملين ربع ساعة للإراية لكل اللي في البيت كل واحد قاعد واخد كتاب جده وماما والطفل والشاب فيه ربع ساعة كله بيقرأ غير الإنجيل كمان فالطفل يقعد عمال يقلب آه بس هو لازم ده وقت القراية فابتدى يتعود انه يقرأ طبعا لما بشوف طفل بيحب القراية الحقيقة أنا بفرح جدا بس للأسف مش بشوفه كتير لكن النوع ده هو اللي هيطلع يفرق جدا هو ده المعلم في المستقبل في الكنيسة لا يمكن واحد يعلم وينجح في إقناع الناس ما كانش بيقرأ كتير قديس بوليس يقول لتيموساوس لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا كمان اختيار الكتاب المناسب في أطفال ما يحبوش يغروا غير الألغاز والروايات بس التنوع مفيد سيبوا يقرأ ألغاز والروايات ومالوا لكن بقدر الإمكان حاول تجيب له يعني مادة أخرى اختيار الكتاب مهم لأنه في علوم الكنيسة يسموها زي تاريخ الكنيسة زي طقس الكنيسة دي علوم الكنيسة فكلما يعرف منها ويعرف فيها كتير وبدري كلما يطلع فرحان بالحاجة اللي عنده دي مقتنع بيها بيدافع عنها يبقى القدوة ثم التشجيع ثم توفير الكتب ممكن نعمل نوع من التصابق أو المسابقة وحوافز وجوائز عشان الطفل يحب القراءة التأديب أنا مش شايف له مكان قوي إلا أن نوع من تكريم القراءة على حساب حاجات تانية يعني شايف مثلا الناس كلها بتحب حاجات معينة وفاجأ أن الشباب مثلا 12 سنة حافظين أسماء الممثلين الأجانب مش الماظريين كمان وعارفين الأفلام بأنواعها وتفصيلاتها وحكويها بس الحقيقة حتى يعني المربيين الكبار يقولوا مهما كان الكتاب حتى اللي ورى الموفي ده وورى الفيلم ده الكتاب أقوى لأن الكتاب بيدي فرصة للتخيل وينمي الزهن الفيلم خلاص هو فكر المخرج تحط إقصادك وتفرض عليك لكن لما كنت تقرأ بس أنت أموخك بيسرح بالطريقة اللي تهيئ لك الأحداث على خيالك ومن هنا بتطلع الإبداعات والفن وكل حاجة ربنا يدينا حكم أن احنا نهتم شوية بنزعة القراءة في أولادنا لأنها فضيلة في رأيك وهتحمي أولادنا من لخبطة كتير وفي نفس الوقت تطلع لنا جيل من الخدام أقوى لأنه محب للقراءة